السلام عليكم نتمنى أن يكون الجميع بخير اليوم سوف نتحدث عن إضافة أعدات مهمة لمتصفع جوجل كروم وبقية المتصفحات الغرض من هذه الأدات إعداد جدوى الحضور للمشاركين في الجوجل ميت كيفية إضافة هذه الأدات نذهب أولا إلى السيرش ومن ثم نكتب جوجل ميت بعدين هو هذه فنختارها رح نختار الخيار الأول الذي يظهرها هنا نضغط عليه رح تظهرنا إضافة نقبل إضافة هذه الإضافة تم القبول نثبت هذه الإضافة في الواجهة الآن لنفترض أننا نرغب بإعداد لقاء نذهب إلى أحد الصفوف التي نرغب بإعداد اللقاء فيها أوكي هذا هو رابط الميتينج أقدر أسوي إلى كوبيا ورسله للطلاب المهم أول نقطة خلينا ندخل هسا من خلاله نضغط على هذا الرابط أوكي نوقف الكاميرا ونوقف الصوت نضغط هنا للغاء هسا أنا أستطيع الدخول للجوين للميتينج جوين نا دخلنا إلى هذا الميتينج طبعا هذا هو الرقم الخاص بهذا اللقاء وكذلك الرابط اللي أقدر أستطيع أن أرسله للطلاب لكي يستطيعوا الدخول إلى هذا الميتينج فينفرض أننا نرغب في إرسال هذا الرابط إلى أحد الطلبة أوكي الآن بدأ الطالب بالمحاولة الدخول إلى الميتينج طبعا دخل من المتصفح آخر ومن نفس الحاسبة ومن الإنترنت فهذا كل يحتاج إلى وقت ثم أحاول من جديد ترجمة نانسي قنقر أوكي بدأ الطالب بإرسال طلب الانضمام الميتينج تقبل الطلب أوكي ظهر الطالب في الميتينج هنانا نلاحظ أن سجل الحضور سجل دخول الطالب في العاشرة وثمانية وخمسين دقيقة والظهور لحده موجود في الميتينج فبالتالي العاشرة وثمانية وعشرين دقيقة بالنسبة للتدريسي هو هذا أنا هو هذا الدخول هنا أنا أنا مسجل أوكي حس حسب ما دا نشوف أنه البرنامج سجل لي فأني شرح أسوي إذن سرح أحاول أنه أسحب هذا الشيط فأضغط هنا سيف قائمة الحضور فهي مباشرة نزلت لي كشيط ها هنا أضغط على هذا الشيط حتى حيبين لي إذا شوفكم يعني شكل الشيط حيصيد طبعا هو الطالب لحد الآن موجود أنه هو الآن سأكون 200 موجودين بهذا الميتينج اللي هو اللي هو الطالب الإيميل مات وكذلك شوقت دخل ولحد الآن هو موجود طبعا هاي لحد الآن دا أخذ في اللحظة هاي يعني أقدر أخذ في نهاية الاجتماع اللي حيصير فبالتالي نسأعني بالنسبة للتدريسي أيضا دقيقة 59 وكذلك للطالب أوكي راح نخرج الطالب من اللقاء نحاول لسا أنخرجه لأنه سأحنا أوكي خلصنا اللي خلينا نقول الميتينج يعني هو هذا عملية التسجيل إلى في الشكل مبسط جدا أوكي فعندما أني مباشرة أنهي هذا الاجتماع أول ما أنهي هذا الاجتماع مباشرة الطالب فالطالب هو دخل بالدقيقة العاشرة وثمانية وخمسين وأيضا خرج بالعاشرة وتسعة وخمسين دقيقة إذن دقيقتين فقط بالنسبة للتدريسي أيضا نفس الحالة وكان إلى آخر فهذا هو التوقيتات والترتيب هذا هو الملخص ما الحجي كأكسل ورغم أن انتهى الاجتماع واشترا نطعني شوكت بلا الاجتماع وشوكت خلاص والتايم فبالتالي هذه الإضافة جدا مهمة نستطيع استخدامها بشكل بسيط جدا في تحضير ومعرفة من كان في الاجتماع ومتى خرج شكرا جزيلا لإستماعكم